السلام عليكم يعطيكم العافية إن شاء الله اللي راح نشرح أول محاضرة المحاضرة الفينال لمحاضرة الفلواتز هذه المحاضرات جدا بسيطة لللي فاهم موضوع الأزموسيز اللي فاهم موضوع الأزموسيز حتكون جدا سهلة اللي مش فاهم إن شاء الله يعني بحاول يفهم هسه الأثناء الشرح هسه أول شي نحكي عنه هو الفلواتزي عبارة عن جزء كبير من الجسم هي فعليا ستين بالمية من الذكور من حجم الجسم بالذكور و 5 عوสي من الاناث ماسيه بلان reciشبي الاناث اقل؟ الجيش只是 عينون فات أكثر عين بنين فات أكثر بالتالي في عينون لفلواتز أقل تمام؟ هسه هالي فلواتز وهذا اشي مهم جدا نفهمه نفهمه نعرفه كويس هالي فلواتز قد تكون جوة الخلايا شوف كيف هون في خلايا مثلا قد تكون هالي الفلواتز هذه الجوة الخلايا إن كانت الخلايا اللي казه اللي بال.. اللي بالجسم بالأغشها مختلفة أو كانت الخلايا الجوة الدم بالمناسبة يعني الرأم adore إنتراء الرأم الذي على العفة شكلoric showcase إنتراء السلّار هناك نفسه معناها أنه الانترا سللر فلود 40% من كل جسمه 40% من كل جسمه ثلاثين الاش الافلودز شكل عام تمام حسنا النوع الثاني هو الاكسترا سللر إذا فيه انترا سللر فإننا الاكسترا سللر الاكسترا سللر فلودز قد تكون هي السائل تبعي بلازما الدم اللي هو الدم انتو بتعرفوا الدم الدم شو هو عبارة عن شو الدم عبارة عن شو الشغيتين واحد خلايا اثنين سائل تسبح فيها الخلايا بها البساطة الخلايا هي طبعا كرة الدم حمراء ريد بلود سيلز وايت بلود سيلز كرة الدم بيضاء وبلايت لتسي مش خلايا بس محسوبة معهم يعني هي الصفائح الدموية تمام والبلازما والبلازما ها هي السائل وهذا السائل هو أكثر من 90% حوالي 92% هو عبارة عن شو عبارة عن ووتر بس فيه اشياء ثانية زي شو زي بروتينات زي الالكترولايتس الالكترولايتس مين أكثر بالالكترولايت موجود جوة البلازما؟ الصوديوم طبعا إنه بر الخلايا حكينا الصوديوم هو أكثر أيون موجود صح؟ فيه كمان طبعا هرمونات تمام فيها هاي الأشياء فيه إنزيمات هاي كلها موجودة جوة الدم جوة بلازما الدم طبعا نسبتها أقل من 10% هي فعينة حوالي 8% من كل البلازما تمام هذا هو تكوين إيش الدم فالدم فياته بلازما والبلازما هي سائل تمام وهذا السائل هو جزء من الإكستراسلولر فلويد إذن الإكستراسلول فلويد عبارة عن بلازما بلازما تمام وإنترستيشيل فلويد شو يعني إنترستيشيل فلويد يعني السائل بين الخلايا يعني خلايا الجسم في بينها سائل تمام في بينها سائل هذا السائل شو ما نسميه؟ نسميه إنترستيشيل فلويد طيب حكينا إحنا إنه ثلثين الفلويدز هي إنتراسللر صح؟ وثلثها العاد إكستراسللر والإكسترسلولار هذه 80% منها يعني أغلبها هي إنترستيش الفلويد و 20% منها فقط هم إيش هم بلازمة تمام لازم نحفظ هاي الأرقاب نفهم هاي الشغلة طبعا فيه كمان فلويدز للجسم آه فيه كمان فلويدز بس هاي فلويدز جمالها يعني غير معتبرة نسبتها جدا 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 بسيطة تمام يعني أقل من 1 مية كلها بعضها ما هي هاي الفلويدز جمالها olmasに worries تعaime هي هاي اللي هاي اللي هي منسميها transcellular fluid اللي هي عبارة عن السوائل الموجودة بين اللي الموجودة الأحرا جوها الأغشية اللي بتحوط الأعضاء كامراء السوائل الموجودة جوها الأغشية اللي بتحوط الأعضاء مثلا جميع القلب ن Troyeblotteiom هايep cardium بالعربية التامور بالعربية التامور بيري كارديوم بيري كارديوم اسمه بيري يعني حوله كارديوم يعني قلب إذن هو النسيج اللي حول القلب هو النسيج اللي حوله العيت القلب وهذا النسيج عبارة عن طبقة أبيثيلي السيلست طبقة أبيثيلي السيلست تانية بيناتهم فيها سائل تفضر sich هذا السائل يقلل الذ störقة يقلل الإحتكاك تمام؟ هذا أشيء جدا المفيد فهذا سائل فكلا هاي السوائل فيه كمان سائل ثاني خولين، فيهبلورو لتيهبلورو اللي هي السائل غشاء الحواليهم كانوا ي späterيه الطريق ي jackets status مسميه بلورال لفلود مثلاً في مصام الجيد temat فيه الجيد between the fluid فيهك مان غشاء باللواب هي الغشاء اللي بيحوط الأعضاء و أرى الجهاز الهضمي جزء غشاء فيهل مهم عشان يجب علي الق diet تمام نصوب الجيد بيريتونيه الالي هو manages diff preparator فيهك مان جداً بالعين ملد كمان جداً بسائل جدا نسبت قليلة بس موجود كمان بالعين في كمان سائل بالمفاصل كمان في سائل وين بالمفاصل تمام اللي هو مسميه Synovial Fluid مسميه Synovial Fluid اللي هو عبارة عن اللي بجوه الساينوفيام اللي هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن غشاء بسهل حركة المفاصل تمام بسهل حركة المفاصل فهاي كلها بعضها مسميها شوه مسميها Transcellular Fluids اللي هي موجودة هاي سواء الوين Between Epithelial Line Spaces لانه بكون في عندي ابثيلية سلعة من طبقة وبابثيلية سلتانية عام من طبقة وبينهما في غشاء بينهما آسف في Fluid تمام؟ شوه ما حكينا هاي هم Synovial Fluid بالإلبو جوينتس إلبو بتاع رشينا إلبو صح؟ بالإلبو طيب وبركارد للفلود اللي هو بالقلب طبعا إلبو معناها مرفق سابح واذكر شينا إلبو بالعربي مرفق بريكارد للفلود للقلب تورى الفلود بالرئة بريتونية للفلود بالأماء يعني بالبطن يعني فعليا بالابدومين أوكل الفلود بالعين وكما في عنا السيريبرو سباينة للفلود بالدماغ فيه بالدماغ كمان سائل اسمه سيريبرو سباينة للفلود ينتج ويمتص يعني هو بشكل دائم حتى يأخذوا عنه بالتفصيل أنا هاي نسر تسراني خامسة وقاعد يأخذ عنه بالنيورو سيرجري بجراحة العصاب يتحدثون عن السيريبرو سباينة للفلود لأنه كثير كثير مهم فعليا وفيه كثير أمراض إليها علاقة لما يزيد ولما ينقصوا ماء إلى ذلك كمان هذا سائل موجود داخل الجهاز العصبي المركزي تمام؟ بالدماغ والحبل الشوكي طيب طبعا نحن نعرف انه المتيريال المختلفة المية والأغذية تمام؟ وأثير هاي كلها بتمشي بين الفلود طيب شو اللي بيحركها؟ الاوزمولارتي والي تدخل كثير اوزمولارتي والي تدخل كثير يعني لو بعض ا grav演 الضغط للخصص سأقوم بهم ما سействود؟ هذا عالي جدا في ذلك مدع حرجات الرقافة بروتينات الجidän있는 فلد البلازمة بروتينات القضائيا مع البلازمة فهيسر الاوزمولارتية مت آفتة فهذه من الل recuper Randomiser أو 남자 أو العكس من الهايبوتونيك للهيبرتونيك والعكس تتحرك طبعا الماء من الهايبوتونيك للهايبرتونيك فمثلا لو كانت كثير كثير بروتينات هنا معلقة وهذه البروتين لها أزمولارتي كثير عالية تمام مقارنة بروتينات أقل بالجهة هاي مثلا ووقت السوائل ستتحرك باتجاه البروتينات تمام هل هذا برشر دفرنس له دعاقب الجاذبية مثلا أو الدفش في حد دفش الماء؟ لا لا هي لحالة تتحرك مع الأزموسس الذي فهمناه وهو انتقال الماء من المكان اللي فياته أزمولارتي أقل للمكان اللي فياته أزمولارتي أعلى تمام الهدف؟ نعمل دايلوشن للأزمولارتي العالي عشان نخلي التركيز شماله ثابت على الجهتين وتساوي على الجهتين تمام؟ طيب وبالمناسبة حضر حكيت لكم إياه هسا أنه يكون في بروتينات معلقة بمكان متسحب الماء اللي عندها اسمه اسمه كولويد هيك اسمه كولويد أوزموتيك بروشر كولويد أوزموتيك بروشر وهناك اسم ثاني وهو أون كوتك أون كوتك بروشر لاستحوظوا هؤلاء اسمين؟ كولويد بروشر أو أون كوتك بروشر هذا هو البرشر الناتج عن وجود بروتينات المكان و بروتينات هذه أشياء كبيرة فتستطيع تسحب الماء اللي عندها مثلاً لو هناك ضغط هنا الماء ستطلع من هنا وفي ضغط عالي جوه الأواعي الدموية ماذا ستطلع؟ اسمه هايدروستاتيك بروشر وهو البرشر الذي لا تدفش بالعربي لا تدفش وهو في عيما الجاذبية ومع الفورس فهذا البرشر هناك ضغط عالي جوه الوعاء الدموي الذي موده هنا على هذا الكابيللري هناك ضغط عالي جوه هذا الوعاء الدموي ودفش الماء إلى بره ماذا ستطلع بروتينات التي تطلعها؟ تطلعها تركيز عالي لأن الماء تطلع والبروتينات ملزقة هنا فالبروتينات ستركيز إذا كانت في الأول حولها 100 مل بلود أو 100 مل ووتر هناك 10 مل ووتر فهي مركزة وهي كانت 10 مل فهي مركزة فهي ستسحب الماء وهي اسمه أونكوتيك بروشر ماهي اسمه؟ هايدروستاتيك بروشر وهو الدفع الجاذبية فكروا فيها كما أريدكم أونكوتيك بروشر وهي عن البروتينات وهي أيضا الأوزموسيز الأوزموسيز هو انتقال الماء من المكان الفياد التركيز منخفض لمكان الفياد التركيز مرتفع من الأوزمولارتي إلى الأوزمولارتي وهذا يدخل بالكولويد لأن البروتينات تحديداً هي التي تتفش الماء أو تسحب الماء البروتينات التحديداً يسميها كولويد بروشر هاي الصورة بتوضح هاي أنواع البروشر تمام؟ سمخونا على الصوت الخلفية فالمهم شوفوا هذه الصورة أول شيء خليف هذه الصورة وشوفوا ياتها ياتها كل الكمبارت هناك هون انترسللر فلويد انترستيشل فلويد وبين الخلايا هناك هون ترانسللر فلويد مثلا هون ابثيليام ثاني يكون هون هناك هون ترانسللر فلويد مثلا تخيّد أن هاي البلورا تبع الرئة أو البركارديم تبع الهارت هناك هون البلازمة تمام؟ وفي هون شيء اسمه لمف المف هي أوعي دموية كمان أو الأحرى مش أوعي دموية لا، هي أوعية لمفاوية بتعرف الجهاز المفاوية هي دخل بالمناعة ومن وظائفها كمان أنها بتسحب السوائل الزايدة اللي بالانترستيشل فلويد تمام؟ تسحب السوائل الزايدة بانترستيشل فلويد ليش؟ إنه انترستيشل فلويد لو تزيد فيه السوائل حيصير في عينها إشي اسمه إديمة بماسك بمحاضرة نوعش هيا هون، هاي اسمها إديمة إنه الرجل مثلا أو العضو ينفخ تمام؟ هاي اسمها إديمة هاي إديمة هي عبارة عن شو؟ عبارة عن تجمع السوائل الزايدة عن اللزوم بالانترستيشل فلويد فعشان هذا الحكي بالجسم بوضع طبيعي يمنعه فيه عندنا أوعية لمفاوية تسحب السوائل الزائدة من الانترستيشل فلويد تمام؟ طيب هسا قلما أبدأ حكي هنا رغم أن انا تقريبا حكيت كل شيء ولكن عندما أبدأ الحكي بشكل مرتب سأحيلكم شغلة بأسفلية جدا وسريعة جدا ومهمة جدا إنه محاضرة 12 في هذه الصورة لازم تفهموها من هسا عشان نقدر نفهم هاي الصورة بتحكينا ترى الأوعية الدموية بالجسم المحاضرة 13 و 14 الأوعية الدموية بالجسم هي عبارة عن شو؟ أنا عندي القلب تمام؟ أنا عندي القلب القلب تطلع منه شريان الأبهر تمام؟ فهو عبارة عن شريان كبير تفرع إلى شرائين صغيرة تصغير طريقة كبيرة أعطي أرتري صغيرة لاحظة كبيرة من الأخير اللي هو أصغر شريان تمام؟ طيب طيب يوجد شيء بربط بين الشرايين أرتري والأرتريوس والأورد حسنا يوجد شيئة يربط بين أرتري والأرتريوس والفين والأرتريوس هناك شيء يروط بين الشرايين والأوردة التي رايحة على القلب أصلاً تعريف الشريان هو الوعاء الدم والطالع من القلب وتعريف الوريد هو الوعاء الدم والتي رايحة على القلب ماذا يروط بينهم؟ ما اسمه كابللاريز؟ الكابللاريز هي أوعية دموية كثير صغيرة وإلها نفاذية عالية جداً موجودة جوه الأعضاء فأنا مثلاً عندي أكسجين كثير محمل جوه الشرايين يدخل على الكابللاريز وتفضل أكسجين ويجمع بصيره فينز فيها لو أكسجين لأنه يكون لونها أزرق لأنه يكون قليلاً من الأكسجين بينما يكون هناك كمية كبيرة من الأكسجين فهذا الكابللاريز الكابللاريز هم يوجد إلو إشي اسمه؟ أرتيولر إنت يعني النهاية تبعته اللي جهة الأرتيولر إنت وفيش اسمه فينيولر إنت النهاية لجهة الفينز فيكم في تتخيلوا أن أي جهة فيها ضغط أعلى؟ الأرتيولر إنت ولا الفينيولر إنت الأرتيولر إنت اللي عند القلب اللي بتفش الدم قاعدة بضخ وبعطي ضغط ولا الفينيولر إنت؟ لا الأرتيولر إنت لماذا؟ إن القلب هي جاي طنعة من القلب الشرين حكيانا هي الطنعة من القلب فالقلب بضرب ضغط جوه هاي الشرين القلب بضغط جوه هاي الشرين فالأرتيولر إنت تضغط فيها أعلى طب هل سأكيشبه لكم إياها حسن عشان يفهم الحكي المكتوب هناك تمام؟ هسن يجو هناك طيب فأنا عندي مجموعة نقاط شرطوا كيف بما يوجدهم الحكيم في الارتري وإستم أعطي ومطلع الكابيلري فأنا كبيرلر إنت تضغط جوهة القلب والتطبيق في الارتريول والتطبيق فيهم ضغط عالي والتطبيق في الارتريولر إنت تضغط طيب أعطي الكابيلري بما يكون هذه الآخرت ومع هذه البشيات من الكابيلاريس الانترستيشيل الفلويد عند الارتريولار سايد من الكابيلاريس الانترستيشيل الفلويد تمام؟ تمام؟ هذا ما اسمه هايدروستاتيك برشاة؟ هتلكم دفش تمام؟ أنا أسميه كمان دايركت لأنه ضغط مباشر دفش الووتر وطلعه من الكابيلاري باتجاه الانترستيشيل الفلويد لكن الماء هاة سيكون الماء بسيطة وطلعت الماء وطلعت الماء وتراكمت البروتينات ففي الكابيلاريس الانترستيشيل في نظر للفلويد وال verbal أن يتعلم على الوقت وماذا يفعله؟ خلقه Drug's move من الأساس إليه من الكابيلاريس الانترستيشيل الفلويد للفلويد هذا هو الرقم 2 شوف كيف من الانترستيش الفلويد للفينوس اند اوف كبيلرز ليش؟ لأنه فيه هنا كثير بروتينات تمام؟ وضحت الأمور إن شاء الله طبعاً الضغط جو الانترستيش الفلويد لما تجيش سوائل كهة تجمع هنا اللي بمنع يصير فيه عندي إديمة هو أنه الضغط أو الفلويدز هاي بتبلش كلها تروح على اللمف بتبلش كلها تروح على اللمف بتقل جو الانترستيش الفلويد ترجع للوضع الطبيعي عشان ما يصير فيه عندي إديم هاد رقم ثلاث اللمف بتسحب اللمف بتسحب الفلويدز من جو الانترستيش الفلويد تمام؟ من جو الانترستيش الفلويد بينما هون أربعة هاي مكتريكم بالدوائر الانترستيش الفلويد والانتراسلولار والترانسلولار الفلويد هذو الثلاث شمال هم؟ بإكواليبريا مع بعض شو يعني لا حدا بأعطيني ولا بأوخذ منه خلاص بثنين متساويات تمام؟ يعني ما في عندي توتال أو نت موفمينت أو في ا biodayı مخر قولت في كثير من ا killed ثلاث دائما نفس الأشي تمام؟ ففيه اكواليبريا بين الانترستيش الفلويد وهذولة اللاماكل وهو الانتراسلولار الفلويد هم الكتوبهون هاد بعض크Pequim بين الانترا سلولار 토acker والتراسلولار الفلويد هذا الشرح هنا كثير مهم سيجعليه كثير أسئلة يعني ان شاء الله تكون الأمور ربحت ما يعني الواتر بالانس؟ الواتر بالانس نحكي عن الجسم ككل الواتر بالانس يعني أنه كمية الماء التي انا بأخذها تساوي كمية الماء الآن بطليحها من جسمي كيف نحافظ عليها بالجسم؟ كيف الهوميوستاسي تبعه أتشيفد؟ كيف أنا بحقق الهوميوستاسي تبع الفلويدز؟ عن طريق الأوزمولاريتي يعني فيه أشياء بتحس على الأوزمولاريتي تعرف وإحنا وإحنا لما يظهر الواتر يعطل على المكان بحق شبسculiar الأوزمولاريتي تبعته بال效اب في التقل عندي حساسات من التغيرات في الأوزمولاريتي وبناء عليها بو Lexus الشرب أن يشرب إيش consigli ما اتشروب طريق ماء تهم근 twenties رقب هنا اكتش MILL Отهم ماذا؟ صديم الوزمولارتي كيف نحققها عن طريق تنظيم الوزمولارتي ما يعني الصديم؟ الصديم هو الايون الذي له اعلى اوزمولارتي بين كل الايونات هو الصديم طيب، وبقدر اتحكم فيه بسهول مثلا لو بديش انا كثير صديم طبعا ما كلمة؟ انا احسنا ما احل لكم انه اعلى اوزمولارتي ما يعني؟ معناه انه المي ستلحق الصديم ومش المي بتروح لمكان الفياته اوزمولارتي عالية فدائما المي بتلحق الصديم دائما احكي لكم انه في عندي صديم يعني الصديم بيطلع مع اليورين معناه الواتر ريح يلحق الصديم وراح تلكم انه في عندي صديم ريابزوربشا مثلا بالكلية انه الكلي قاعدة بتفلتر وترجع الصديم على الجسم بتمنعه يطلع مع اليورين اعرفوا ان الواتر ريح يلحق الصديم فدائما الواتر بيلحق الصديم فعن طريق تنظيم اوزمولارتي طب الامبوتس شو هي؟ المي اللي تجيني منون تجيني من الشرب من الاكل 30% وباي برودكت من الاكسيداتف فوسفوريليشن اللي انتو اخدتوها بتعرفوا كيف ان الاكسيداتف فوسفوريليشن تنشئ لي اثشتوه 10% تقريبا هذو هم الثلاث مصادر تقريبا الانسان بيأخذ كل يوم ايش؟ اثنين نوصل لتر تمام؟ كل يوم اثنين نوصل لتر من هاي الاماكن كلها يعني احنا مش بس شرب كمان في الاكل وكمان في الاكسيداتف فوسفوريليشن بنشئولي ايش ووتر طب الامبوتس الاوتبوتس يعني ان انا بحس فيهم سنسبل او انسنسبل او انسنسبل انا بحسش فيهم السنسبل انا بحس فيهم اليورن مين فينا بحسش في اليورن؟ كلنا نحس بالليورن اليورن 60% الفيسس كمان كونه هي الفيسس صح انها سوليد ستركتشور اشي صلب بسي فياتها كمان سوائل كفكرة الفود نفس اشي 6% فقط سويتنج احنا بنحس بالسويتنج التعرق انا بنحس فيه طبعا محسوب على السنسبل و حتى نسميها سانسبل براسما كلمة براسما معناها الخسائر الجلد خاصتين خاصتين겠 pink خاصتين أو perspiration فالسكين لوسيس قد تكون محسوسة sensible perspiration وهو السويتنج وقد تكون غير محسوسة اللي هو لما يتبخر السوائل اللي حميحسهاش هاي السوائل الخفيفة اللي على الجلد ها مسميه insensible perspiration على اي اتحار فعندي sensible لوسيس urn, feces و السويتنج الإنسيسيبل لوسيس هو evaporation التبخر التبخر التبع ايش التبع الذرات المي اللي على الجلد واللي بالرئتين تمام هاذا بنسميه ايش insensible loss منحسش فيها بس هي موجودة فعليا واحد بيخسر انا وانهاسي قاعد بحكي معكم في هوا داخل طالع داخل طالع وهذا الهوا شو بيعمل بيبخر لي شوية سوائل وبطلحها بره الجسم تبعي تمام مع بعض هدول هم بـ 28% من كل اللوسيس تمام تخيلوا انه 28% من كل الواتر اللي نخسره احنا بنحسش فيه اصلا تمام هاي الرسمي تضيح الموضوع هاي الرسمي تضيح الموضوع طبعا الجين واللوس 2500 هذا هو البلانس البلانس ان يكون الجين قدل اللوس هوا مذكور معلومة انه شو الاعضاء المسؤولي عن الهوميوستاسيز تبعت الفلويدز الكدنيس طبعا لانه اليورين بتقلله وبيزيده حسب الحاجة اذا بدناش نخسر سوائل بنمنع اليورينيشن تمام اذا بدنا نخسر سوائل بنزيد اليورينيشن كمان الغدد اللي هي مثلا زي موضوع السويتنغ وهذه الشغلاتة وغدد كلها غدد لعابية غدد عراقية الى اخره تمام كمان هاي بتنظم موضوع الفلويدز كذلك الغدد بمناسبة بتفرز هرمونات وهذه هرمونات بتأثر على الكدني تمام فكمان هاي دخل موضوع بتنظيم شغل الكدني كمان فكمان الجلانز بتساهم بالهوميوستاسيز ثالث اشي الكارديو فاسكولر سيستم الكارديو فاسكولر سيستم بأثر على الكدني لانه كلما زدنا الدم التطالع من القلب ورايح الكدني كلما زادت الفلتريشن تمام كلما قللنا الدم الرايح الكدني ليس راح الكدني لتلاقي اشي تفلتره وبالتالي ليس راح تصنع يورن وبالتالي هي قل كمية اليورن اللي بطلع من الجسم وبالتالي هي تزيد السوائل اللي بالجسم كمان الرئتين والجد لشان نحن نحكيان موضوع التبخر تمام بحثوكم مثلا استوماءك ونهاج دخل تمام منهاج دخل لانه هم دخل هذول واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ومنلي منلي منلي واحد واثنين هذول اهم اثنين فيهم تمام طيب الاوزمالرتي هي منلي كرياتد باي سوديوم حكيانا السوديوم هو الايون الاكثر وجودا في الاكسترسلر فلويد برا الخلايا وإلو اكثر اوزمالرتي تمام طبعا الاوزمالرتي تزيد لما نقلل الووتر وتقل ثراثم الووتر حي Achilling بخطام أي مفتوط بالجسم تقل على زراتج المغرب In Iceland ونطرع منه وحتى اضعتex المثل ثراثم chose دago ارى Autumn د olay طبعا نبغى من Beast تنس вал الاوزمالرتي السيناريو الأول هم معزولات عن بعض المومبرينز ولكن يمكن أن تنفذ المؤسسه وتنفذ السيناريو الاول إن unsure إذن هي الأنمان وأنتم التنخل والإنترة سلر ولو أتفعل السوائل من الإنضاء ما سيصبح الموضوع لحيط من الماء؟ سيتضيط سيتضيط فسيت祝ب ثم الاترس sims لتمنع الاترس sims تعليمت الماء ثم زالت بالاترس sims ستصبح قوى وبمركس يكانم تطنيم سخصvere ونتسج Engs انتظارها اللذي قليلة الوزمالرطي للاعييييه هذا هو شعري الكثير مهم هذا العمل ليسعني شرينكج وростنظر لقد دخلت مية على الاكسترال فلويد ماذا سنصيب على الاكسترال فلويد سوف تقل للاكسترال فلويد نسبياً الأوزنولار التبعة الانتراسلولار ستكون أعلى أم أقل؟ ستكون أعلى بل ما حدث؟ الماء ستنتقل من الاكستراسلولار للانتراسلولار وهذا ما سيقوم بمثل مسبقراً بالخلايا هذا مهم أن نفهمه نعم ابداً عندما تفهم الشغلة أن هذا الاسوينن والشرينكهج ليس ليس ملمة فاضي يعني هذا مهم لأن المثل التغيرات من العصبونات هذه مهمات حساسة لتغيرات الفلود عندما أصل لدي الاسوينين عن فشاح النوع للنوع العصبونات هذا الشيء يمكن أن ينتج عنه ممكن أن ينتج عنه تشنجات 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 كومة غيبوبة تغييرات الفوز هنا تشنجات تشنجات يمكن أن تشنجات تشنجات فلا يسلم يالسما يمكن أن تشنجات السمطات يمكن أن تشنجات وأن تشنجات سيكون مع أكسس صحيح ممكن أن تنشع عن القصة ماهي يمكن أن يتركها بالأكسترا سللال الفلود قليلة؟ الجواب في يخسر السوائل الغنيه بالسوديوم يخسر السوائل من قاعد و يخسر سوائل من مليبلازما وهي السوائل الغنيه بالسوديوم فهي فعليا يخسر السوائل الممكن لوقتها عنده يبدأ يشرب مي، مثلاً واحد عنده نزيف داخلي، مثلاً واحد عنده نزيف داخلي، هو مش حاس على حاله هو قاعد بيخسر سوائل من الدم، اللي هو البلازما يعني، تمام؟ بيخسر البلازما قاعد، وبيحسر ماحة الصوديوم هساً وقتها هو هيحس انه في اشي غلط، جسمه هيحس انه في اشي غلط، فهيتحفز الثيرست سنتر، مركز العطش اللي بالدماغ، ويسير الواحد يشرب مي طيب هل هل هذه المي فيها صوديوم قد السوديوم اللي أنا خسرته؟ لا لم يكن قد السوديوم قد السوديوم الآن أخسرته، فهسترفي عنده highpo osmolar تمام؟ highpo osmolar tioux السللر الكلام . لا حاجة لدراسلول من القضاء الآن تجسدي السللر الكلام فبتيور السللر الكلام بعدين الاستنترا سللر الكلام ستجسدي السللر الكلام بعض الميد during程 um- علينا نقصها بالبحث ويقوم بعمل سيتم اقضيل التجسدي وهو إيش حينشع أنه سوائل سوائل ستطلع من الإكسترا سلولر الفلويد وتروح وين؟ على الإنترا سلولر الفلويد وتعمل السلولر للخلائة هاي الأفكار لازم فهمها ونكون يعني عنا مروني التعامل معها إنه الأسئلة تجعلها فعليا إن شاء الله نحل لكم سؤال ممكن بعد المحاضرة الثانية نعمل فيديو لحل الأسئلة حسنا كيف نجيس إحنا بضي الفلويد؟ مثلا أخبركم مثال نحن في المستشفى وريدنا نعرف حجم الإنترا سلولر الفلويد عند حدا معين أو الإكسترا سلولر الفلويد عند حدا معين كيف ممكن نعرفه؟ ممكن نعرفه عن طريقة دايلوشن برنسبل عن طريقة دايلوشن برنسبل ما هو دايلوشن برنسبل؟ هسا هذا البرنسبل هو فكرتك الآتي إنه أنا بجيب كمية بسيطة من سائل معين هاي الكمية البسيطة أنا بعرف حجمها وأنا بعرف كمان تركيزها أنا بعرف حجمها وأنا بعرف كمان إيش؟ تركيزها وبحطها بغزها فعليا إنجيكشن بغز هاي الكمية البسيطة جوه سائل مثلا جوه الدم اللي هو عبارة عن جزء من الإكسترا سلولر فلويد على البلازما مثلا تمام؟ البلازما مثلا أنا بعرف والله تركيز تبعها أو مثلا أنا بعد ما أغز الكمية هاي هي C-A-V-A الفوليوم الأول اللي أنا بعرفه والكونسنتراشن الأول اللي أنا بعرفه بعد ما أغز جوه مثلا الدم تمام؟ شو بعمل؟ بأخذ عينة من الدم بأخذ عينة من الدم وبأشوف الكونسنتراشن تبعها وعن طريق هاي المعادلة بقدر أحسب الفوليوم فـ C-A-V-A اللي هو الكونسنتراشن والفوليوم تبعي الإشي اللي أنا بدي أحقنه جوه سائل معين اللي هو الكمية الصغيرة اللي بحكي عنها اللي أحسميها باللغة بالطب تريسر اللي هو المادة اللي أنا بدي أحقنها جوه سائل معين تمام؟ وـ C-B-V-B اللي هو الكونسنتراشن والفوليوم بعد ما أنا حقنت هاي المادة تمام؟ طبعا الكونسنتراشن باقدر أعرفه على طريق أنه أخذ عينة باقدر أعرفه بظل الفوليوم بحسب هاي المعادلة تمام؟ مثال عندي أنا 1 مل من سوليوشن A والتركيز سباحها 10 ملي جرام بير مل غزيتها بسوليوشن B حقنتها بسوليوشن B الكونسنتراشن نهائي 0.01 تمام؟ هذا ملي جرام بير مل ما هو الفوليوم بتبع سوليوشن B؟ بحكي ببساطة C-A يساوي قديش؟ يساوي 10 ملي جرام بير مل ضرب V-A قديش؟ 1 مل يساوي 10 وهي عشرة شو تساوي؟ تساوي C-B اللي هو 0.01 ضرب V-B إذن V-B الفوليوم بتبع B اللي هو فوليوم بعد ما أنا غزيت يساوي قديش؟ يساوي 10 على 0.01 صح؟ ويساوي ألف مل ويساوي ألف مل ويساوي ألف مل إذن الجواب ألف مل طبعا الألف مل ما كثير تأثرت بالواحد مل اللي أنا حقنته فهيك أنا بقدر أعرف الحجم تبع هذا الكمبارتمنت حتى قبل ما أنا أحقن لأنه أنا حقنت كمية إيش مالها؟ مهملة مش مهمة كثير ما هتأثر على الحجم النهائي تمام؟ تمام طبعا إحنا لما يجي نستخدم مثلا تراثر بالجسم أنا بالجسم أحسب الحجم تبع البلازما أو بالحجم تبع مثلا الأكسترا سيبلر فلويد أو تبع التوتال بودي فلويد أنا ما باستخدم أي مادة تمام؟ ما باستخدم أي مادة لازم يكون توافر فيها مجموعة شروط طبعا كلها شروط منطقية فعليا اللي هي الآتي واحد تكون مادة غير سامة ما بدي أنا مادة يدخلها على الجسم تروح الواحد يسير عنده مشكلة معينة تمام؟ اثنين تكون إنها رابدلي and evenly distributed بالتارجتد بالتارجتد مثلا أعطيكم مثال أنا بدي أحسب الحجم تبع البلازما فقط فإذا قام بدي نجي مادة لما تدخل على البلازما ما تطلع من البلازما على الانترستيشل فلويد بدي مادي أنا لما حقناها في البلازما لما حقناها هون ما تطلع مادي بدي اظهر المحصورة جوا صح؟ لذا في سات szczegól الحجم تبع المز اتفق المازم Track إذا أعطي معذرا جيدة إلا إذا في termi تقوير مادة ما هذا هو سوف تكون مادة بقرب ال subtitle tilllax حتى تدخل share معتي بقعادال التساوية والذي يوجد أن يوجد من هاتف اللازم والości والطاقة والحلوص والidentally ما هذا هو سوكوير هل أح Twelve ثم تقوم بتضع المسر lleجز ليس هناك مادة تطلب على الانتراسيلر ويجب على الانتراسيلر عندما أحسب الانتراسيلر سأحسب الانتراسيلر ويقوم بتحديد الانتراسيلر سأخبرك الانتراسلللر يساوي total body water ناقص extra cellular fluid منطقي صح؟ ما هو تساوي؟ تساوي الانتراسلللر والانتراسلللر فالانتراسلللر تساوي؟ total ناقص الاكستراسلللر بهاي الطريقة فالمهم ان ايش؟ انا بدي مادة انها تتوزع بشكل متساوي وبشكل سريع كمان جوه الكمبارت مثل اللي انا بدي اياه البلازما اللي حاله البلازما والانتراسلللر البلازما والانتراسلللر حسب اللي انا بدي اياه تمام؟ كمان بدي مادة ما يسلها متابوليزم مثلا ما تروح الى المادة يشوفها انزيم معين في الدم يروح يحللها يكسرها تمام؟ طبعا لو كسرها بعد ما انا حسبت ما في عندي مشكلة بس اما اشي ينطط بي متابوليزد فترة التوزع اللي هي قبل ما انا احسن عشان لما احسن بتكون مادة كلها لساتها موجودة ما تخرب عليه الحسابات تمام؟ ونطط بي اكس كريتب بديش مادة مثلا اروح انا اغوزها بالجسم تروح لهي طاعة مع اليورين قبل ما انا احسب او طاعة مع الفيسيز قبل ما انا احسب بدي اهضرها جوه الجسم تمام؟ طبعا لو طلعت بعد ما انا حسبت ما عندي انا مشكلة فلاز ما اعرف والله هاي المادة مثلا بتبلش تطلع من الجسم بعد ثلاث ساعات فانا بحسب بعد ساعتين ونوص مثلا وهكذا تمام؟ وتكون ايزي تمجر اشي اقدر احسبه ونط مع토ات بدي اذ stand مثلا لو انا حقنت مادة هايبر اوزمولرت جوه هايبر اوزمولرت الاجبا تبعتؤ لما اbruى الاوزمولرت تبعته السوائل كلها سحتيجي عليه من انتراسيلولر صح؟ اant sip ذلك سام hunger اوزمولر احتيجي على السوائل مثلا من انتراسيلولár صح؟ الل while احقي دمادة هايب اوزمولر هتقلل سلاغ الأوزمولرت Trail وست تتتسهر الأوزمولر على انتراسيلولر يعني أنا قاعد أخرب على أهالي أنا جاي أحسى بالإكسرا سليل الخلويد بروح أنا بعدله بخربه تمام؟ عن طريق إنه الماء يتيجى عليه أو الماء يتطلع منه تمام؟ فأنا هالحكي بدي شيئا كمان يسير معي طبعا يعني من المواد الهايبرتونيك الراديو اكتف صوديوم الراديو اكتف صوديوم هاي مادة هايبرتونيك طبعا كلمة راديو اكتف معناها إنها مشعة مشعة بالعربي مشعة عليها عشان أشوفها على الصورة مثلا تمام؟ أو حتى أشوف إنما أخذ عينة أعرف أحسبها عشان أقدر أعرف إنه هاي هي الصوديوم فأحسب نسبتها من جو العين اللي أنا طلتها عشان أعرف الكنسنتراشن تبعها تمام؟ مش إحنا لباعد ما نحقن المادة لنعرف الكنسنتراشن بي الكنسنتراشن بعد ما أنا حقنت فعشان أعرف الكنسنتراشن لازم أميز هاي المادة فالراديو اكتف عشان تكون مشعة يعني أميزها تمام؟ طبعا في طرق معينة حتى المواد غير مشعة تنحسب بس يعني الراديو اكتف عشان تعرف المصطلح معناها مشعة معناها إيش؟ مشعة تمام؟ طيب فـ الراديو اكتف صوديوم هي مادة هاي برتونيك مثلا ما قدرش أحطها إلا إذا استخدمت مثلا نوع معين من الصوديوم بسموه 22 صوديوم نحكي عنه له قدام هذه مادة خفيفة شوي هي هتأثر بس مش كتير فيعني تأثيرها يعني محدود وما بيأثر على العملية الكلية فبالتالي ممكن أن أستخدمها بنحكي أنا لاحقا طبعا هون في حفظ شو الحفظ؟ الأشياء اللي هو باللون الأخضر شايفين الأشياء باللون الأخضر؟ هاي هي أسماء المواد احفظوها لازم تحفظوها بصرحة ما في عندنا طريقة يعني أنه ما تحفظوها فأول شيء عشان أحسب التوتر بادي وواتر بدي مادة تروحة اللي بلازمة تطلع منها على الانترستيشيل تطلع منها على الانترستيشيل شو هي هاي المادة؟ الراديو اكتف ووتر ممكن كمان أستخدمها هذه هي كلها بتأبد صياغ classification ممكن يكون الرئيشيام أو تي تو او الي هو ماء الماق الثقيل هذا ممكن يكونات هي حالة 3 اologique العام 파W غير مدى على ماء الماء المشعة هذه هي التأبد كمانية تحفظモورواتر أو قال الهيفي ووتر هو الدي تو او هذا Gaz registered called Alpha زي الديتريام زي الدي وتش تو او هاي كلها اسمه باللون الأختصف تحفظوا على الآن الى التغراب أو ايش كيمية أنت ممكن تحفظوا هاي كيمية حالها اللي هو A-U-M مثلاً أي شيء الطريقة بتكون إياها يعرفوا أنه هاي هي TotalBody Water هذول المواد اللي بنستخدمها عشان نحسب TotalBody Water هذو حكي شو معناها؟ معناها أنه هاي المادي بتدخل على البلازمة تطلع منها على Intracellular وتطلع منها على Interstitial وتطلع من الإنترستيشيل على الإنترا السلولار بتتوزع بشكل متساوي بكل مكان كمان ممكن نستخدم مادة اسمها الAntipyrine الانتي بايرين هي المادة الثالثة ممكن نستخمها إذا ممكن نستخم الراديو اكتف ووتر أو الهيفي ووتر أو الانتي بايرين لحساب التوتال بادي ووتر هذو بدهم فيو أورز عمو ما يتوزعوا بعدها خلاص اياش مقدر نحسبهم تمام؟ بالنسبة للإكسترا سيلولار فلود بدي مادة تدخل على البلازمة وتروح للإنترستيشل وفقط توقف شو ممكن أستخدم أنا؟ ممكن أستخدم الـ 22 صوديوم حيث لكم عنه هذا المسميه إحنا صوديوم سبيس حقيقة سبيس عليها هذا هو أن هذه المادة تطلع شوية على القعله التطلع علي الصول وي gone بس انكمية قليلة يقبل حسبه النهائية وكما مثل انتمعها التطلع علي الصولة ويت lowers stressed process وكم بهذه الموادات المتordoniseيات مثل ايو ثلاميت و الفي يقاSave هذه الموادات الإربعة يستخدم � rippinglessly وقت طويلا يعني خلفة 30 من 60 دقيقة يتونطangاو twins منزل لقد ن harvested تمام؟ طيب هğin هاشتغباء عن الدم شوية تعود عن الدم اخ thing to do وبنتم نحسب العبير بنتم تبهم饰cellular و كان و نطرح منه إكسترا الرؤيت حيان نحسب العبير و نطرح منه إكسرا الرؤيت اخ thing to do انه الدم بعد و عبارة عن بلازمة و 250% بلازمة وCHLAYA الخلايا ي xpc اقل من 1100% هو عبارة عن White Blood Cells تمام؟ وهاي النسبة اللي هي نسبة الدم الأحمر اللي حاله من النسبة الكلية يعني هاي النسبة النسبة الكلية اللي هي قديش بهذا المحل اللي قديش نورمال هي أصلاً 45% هي بنسميه ايش؟ بنسميه Packed Cell Volume PCV Packed Cell Volume تمام؟ بنسميه Packed Cell Volume بنسميه كمان ايش؟ بنسميه كمان Heimatocrit هذول المصلحين مكتوبين طبعاً بالشيط بالسلايد بالشيت بس يعني عشان هاي نكتلكم يوم هون كمان يعني حكايتهم هم مكتوبات تمام؟ Packed Cell Volume وهمات وكريت اللي هو نسبة الـRBCs لحالها نسبة الـRBCs لحالها لاحظوا كيف شغلي هين هيك لطيفة انه كيف الـRBCs تحت ليش تحت؟ انه بثقال هم اثقل اثقل اشي تمام؟ هذا ينفعي احنا حطينا الدم جوه هذا الانبوب كان دم كل مخلوط مع بعضه بين حطناه جوه جهاز الطرد المركز اللي هو حرك الدم بسرعة فائقة جداً وبالتالي صارت الاشياء الكثيفة تنزل تحت الاشياء الخفيفة تطلع فوق الاشياء الكثيفة تحت والخفيفة فالـRBCs الثقيلة نزلت تحت عشانك سمناها Packed تمام؟ Packed Cell Volume تمام؟ اللي هي اشي الثقيلة نزلت تحت طيب لو قرأنا حكي المكتوب انه ايش؟ انه حكينا هم فيه السائل اللي جوه الدم وحكينا الدم مكوه من RBCs White Blood Cells Blatelets تسبح كلها جوهات البلازما والبلازما هاي عبارة عن ووتر غالباً في معاها كمان بروتينات مثل الالبمن هو اكثر بروتين موجود في الدم مثل الـ Globulins اللي هم الـ Globulins اللي هم بروتينات نضمنهم البروتينات المناعية القاما بسموهم بسموهم Gamma Globulins البروتينات المناعية تخذوهم بالإميونولوجي ان شاء الله بالسنة الثانية للطب بس اثنان بصراحة بقرش ما تتخذوهم يعني توقع سنة ثالثة تمام؟ وفايبرينوجين اللي هو ايش؟ اللي هو البروتين تبع التخثر البروتين تبع التخثر طمع هو بيكون سائل يعني بيكون جوه البلازما بعدها لما يتخثر بيصير اشي صلب يعني بيسكر عشان يمنع نزيف الدم عشان يمنع النزيف تمام؟ ففايبرينوجين كلانا هتخذوه بالتفصيل لاحقا وسمال موليكيول زي الايونات والهورمونز تمام؟ هاي هي مكونات الدم هاي موجودة هون موضحة بشكل تفصيل لموميل تمام؟ انه انا عندي بلازما اه اللي بلازما هي كلها هي عبارة عن اغلبها عبارة عن ووتر وفي منها كمان ايش؟ وفي منها كمان اه اشياء ثانية او هذا الهول البلد على ايدي حال هذا الهول البلد هذا الدم كله فياته 55% بلازما و45% خلايا والخلايا هاي اغلبها في منها كمان ويتبوتسلز وفي منها كمان بليتلتس تمام؟ والويتبوتسلز هاي اسماءهم مش داخلات معكم بس هدوا اسماءهم فيش اسمه نيوتروفيلز فيش اسمه ليمفوسايتس مونوسايتس ايوسينوفيلز بيزوفيلز تاخذوهم كمان لاحقا ان شاء الله تمام؟ عساني ثالثي يعني هذا كله حكي تاخذوه بالحبة حبة يعني اللي بلازمه حكينا فياتها سوائل بشكل اساسي فيها كمان بروتينات زي الالبيمن وزي الكلوبيلينز وزي الفايبرينوجين وفياتها كمان اذر سوليوتس زي الالكترولايتس والغازات والهرمونات وهكذا تمام؟ طيب حكينا البي سي فيي الباكتسل فوليوم هو نسبة الاربسيز من كل الدم تمام؟ طب هسه بعد كل هذا الحكي كيف نحسب بلازما لحاله؟ ماذا هل مواد الممكن تحسب لنا البلازما لحالها؟ بدنا مواد تدخلها على البلازما neuronales وتتطلعها على Orange Th propio فعلياً المواد الممكن تقيمها البلازما لحالها هي الاتية واحد وعندها الألبمين وبروتيني كبير بتدخلها على속ة البلازما رايسة وقام باستم ethnicity بالضغير Shiny هذا هو ص�قة داخل speech ومادة صبغة أيضاً اسمها. heavens Blue اتوقع اسم عادة ما اكتشافها، اتوقع صبغة نن راديوآكتف، ما منستخدم اي اشي يا توكسك اما هذول ماديتين اذا دخلوا على البلازما بيضلوا بجوا البلازما وبالتالي منستخدمهم حتى نحسب لحالها البلازما ممكن نحسب توتل البلوت فيوليوم، يعني الان بس بلازما، نحسب توتل بلوت فيوليوم، كل الدم ها الى توتل بلوت فيوليوم ممكن نحسبها بطريقتين الطريقة الاولى عن طريق مادة يتلزق على الارباسيز فممكن نحسب عن طريقة Total Blood Volume اسمها الكروميوم 51 هالماد بلازاي على الاربوسيز بتعلم الاربوسيز فممكن نحسب Total Blood Volume من خلالها بطريقة معينة يعني والاشي الأهم من هيك الحجوي الامتحان هو أن نحسب Total Blood Volume عن طريقة هاي المعادلة لهي الـ Plasma Volume اللي حسمناها عن طريق الـ Albumin والـ Events Blue تقسيم 1-Hematocrit اللي هو الـ PCV نفسه تمام؟ 1-Hematocrit طيب فمثلا لو افتراضنا افتراض افتراض الآتي إبلاسما الـ Volume تلع معنا ثلاث لتر والـ Hematocrit الطبيعي قديش؟ 45% 45% واحد ناقص 45% 55% صح؟ 55% وهي ثلاثة حكا فيساوي مثلا ثلاثة تقسيم 0.55 يليه تقريبا تقريبا خمسة ونصف لتر مثلا خمسة ونصف لتر على أي حال هاي الطريقة شبين كيف؟ بأعطيكم بلاسما الـ Volume لكم مثلا ثلاث لتر ثلاث لتر هاي أرقام بعالي إنه أصلا طبيعي هالقدمي ثلاثة ثلاث تقريبا تمام تقسيم 1-Hematocrit أعطيكم إياها بالامتحان كمان الـ Hematocrit الطبيعية حكينا 45% بس ممكن أعطيكم رقم ثاني ممكن أعطيكم رقم ثاني ممكن أحكيوا 48 47 40 تمام إلى آخرية بتحسبوها في هذه الطريقة غالبها أعطيكم إياها الطبيعية 45 فهي 1-45% 55% 0.55 تمام وعلى بلاسما الـ Volume ممكن مثلا يكون ثلاث لتر فهي لكم مثلا هم تطلع حوالي خمسة ونصف لتر حوالي يعني صراحة مش عارف كثير على الظبط قديش تطلع بس تقريبا خمسة ونصف لتر ايش زي هيك تمام هو أصلا جسم الطبيعي الدم فياته قديش يكون خمس لتر إنها خمس لتر دمجة اللي بتلف بها الجسم رايحة جاي تمام فإحنا تقريبا الدم الطبيعي إنها 55% طب هيك المحاضرة الأولى بتكون خلصة إن شاء الله تكون الأمور واضحة فيها كثير معامات جديدة بس يعني بتفيدكم كثيرا قدام بالمناسب جدا كلها أشياء عملية وإن شاء الله تكون سهلة يعني وفي عين هاي أسئلة إذا فهمتوها يعني هاي أسئلة بونس من المتحان هاي المحاضرات صح الناس بخافوا منها بس هاي الأسئلة بونس إذا فهمتوها كويس وفكرت فيها كويس وهي فهم مش خفظ تمام وبالتوفيق إن شاء الله